اهلا بكم من جديد هنأ الاستاذ سعد عاصم الجنبي رئيس التجمع الجمهورية العراقي شعبنا العراقي العظيم والامة الاسلامية جمعاء لمناسبة حلول شهر الخير والبركة شهر الطاعة والغفران شهر رمضان المباركة الاستاذ سعد عاصم الجنبي قال لنجعل من اطلالة هذا الشهر الكريم منطلقا للمحبة والتسامح وطريقا للرحمة والمساعدة ونبذ الخلاف والتطرف وتعميق اواصر الامل والتعاون لبناء مجتمعا جديد تسوده الالف والمحبة والتخلص من كل اشكال التطرف والتخندق الطائفي المقيت واستلهم القيم السامية للاسلام كونه دين التسامح والخير والبركات ولنجعل من التعايش السلمي راية النخف قد سنستضل بها الى غد افضل الجنبي دعا ابناء الشعب العراقي كافة للتحلي بروح وجوهر المثل العليا التي جاء بها هذا الشهر الفضيل ومد يد العون المحتاجين وعلى رأسهم العوائل النازحة كون دعمهم وتأمين احتياجاتهم واجب وطني وانساني تدعمه الشراء السماوية ويتضاعف فيه الاجر والثواب وطالب الجنبي في هذه المناسبة بالوقوف بوجه كل اشكال الطائفية وارساء اسس التعايش السلمي والاهلي والعمل على بناء اسس الدولة المدنية الحديثة لعراق واحد موحد يسوده القانون والعدالة بين مكوناته المتأخية واكد الجنبي ان الانتصارات الكبيرة التي حققتها قواتنا المسلحة الباسلة بكل صنوفها والقطعات الساندة والمتجحفلة معها في ساحات الشرف ضد الارهاب والمتزامنة مع حلول بشائر رمضان الكريم اعطت للتلاحم الوطني في التضحية والفداء والعمل الجماعي نفقا جديدا للإسراع بطرد الغزاة المجرمين وتطهير الارض المقدسة من دناس الدواعش الاشرار لتعود المدن العراقية الى حضن الوطن وخيمته الوارفة الضلال وابتهل الجنبي الى البري عز وجل بالعز الدائم لشعبنا الكريم والرحمة والخلود لشهدائنا الابرار وشفاء العاجل لجرحانا والمجد كل المجد لابناء قواتنا المسلحة والفصائل المساندة لهم في هذا الشهر المبارك سائلا المولى القدير ان يجعله شهر محبة وسلام وامان واستقرار للعالم اجمع انه نعم المولى ونعم النصير